اشتركوا في القناة وسنجيب تحت رقابة الأخ الكاتب الأول وأعضاء المكتب السياسي جميعا أنه لم تم تفويض هذا الأمر من أعضاء المكتب السياسي للأخ الكاتب الأول وأنه أعلن في اجتماع المكتب السياسي أنه لم يتلقى طلبات استوزار وأننا بحكم التفويض الذين لناهم اللجنة الإدارية وأن الثقافة الحزبية أو العرف الحزبي أخذ شكل بهذا الأمر مع أنني عبرت داخل المكتب السياسي أنه تفويض في حد ذاته أنا أعتبره ممارسة غير إيجابية لكن جرت بها العادة وبالتالي ما يتعلق بالاستوزار المخول أن يجيب عليه هو الأخ الكاتب الأول وأن يقول لنا اليوم هل تقدم أعضاء المكتب السياسي بطلب الاستوزار من أجل أن يقال بعد ذلك أن هذه المبادرة جاءت غير في هذه النطاق وبالتالي هذا مرضوض عليه وأنا أأسف لأنه حتى مسألة الاستوزار وحتى بطريقة التي تطرح اليوم تثير سؤال هل الاستوزار هدية أم هل الاستوزار ريعة أنا شخصيا أعتبر أن الاستوزار هو انتداب حزبي لمهمة تعاقدية يفترض أن تخضع لشروط كي تخضع بذلك لمبدأ المحاسبة هذا هو وبالتالي أن يقال هذا الأمر هو مرضوض عليه لأنه ببساطة يعرف الإخوان اللي يحضروا في التشماعات المكتب السياسية ويعرف الأخ الكاتب الأول أن هذا الأمر غير صحيح إحنا ما يهمنا الآن هو أن نعمل من أجل إصلاح هذه المنهجية لأنها لا تستجيب للمنتظر من الاتحاد الشركة القوات الشعبية في المرحلة القادمة في ظل ما عشناه عشنا تراجعات سياسية كبيرة عشنا واقع تراجع ديمقراطي يتنافى مع مبادئ ومضامن الهندسة السياسية والدستورية لدستور أو هندسة الصلط لدستور 2011 أعتقد المطلوب من هذه المبادرة هو أكبر من أن تقدم بديلا شخصا وإنما هي بديل مشروع لذلك في اعتقادنا أن الذي يسمو اليوم الذي يسمو هو إنجاح مبادرة إنقاذ حزب الاتحاد الشركة القوات الشعبية المحافظة على وحدته إعمال فكرة تقدمية في مفهوم الوحدة نفسه الوحدة ليست هي سكوت على الاختلافات التي تنهج الجسد الداخلي وإنما العمل الحفيف والمؤسس من أجل إنقاذه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر